هل عالجنا مشكلة الباخرة صافر بمشكلة أخرى فعلاً كما يعني يطرح البعض؟ هذه هي الحقيقة نحن اليوم لم نعالج المشكلة الحقيقية للباخرة الصافر الأمم المتحدة قامت وكما أقول بحل سياسي ليس حلاً فنياً وبل مددت أمد المشكلة وربما أننا سنكون في مشكلة أخرى ومكنت الحوثي أيضاً أو ميليشيا الحوثي من باخرتين بدل باخرة واحدة وبالتالي هي هذه المشكلة نحن نتعامل أساساً مع ميليشيا والأمم المتحدة تعرف ذلك ولكنها تذهب في طريق غريب وعجيب يعني في تمكين هذه الميليشيا وهذه الميليشيا أساساً يعني الخطر منها نحن مشكلة الباخرة الصافر ليست مشكلة فقط النفط أو تسرب النفط كان أساس المشكلة أنها هددت أساساً بتفجير الناغلة الصافر وبالتالي هنا المشكلة أننا سلمناها باخرة أخرى أيضاً بمعنى أنه في أي لحظة هو سيهدد بتفجير الباخرة الموجود فيها النفط أيضاً النفط باقي في الباخرة نوتكا لم تتحرك الباخرة نوتكا بل أنهم الآن يقوم بعملية تثبيت للباخرة نوتكا بجانب الباخرة الصافر وبالتالي أين الحل؟ هو تم نقل النفط من الباخرة صافر إلى الباخرة نوتكا إذن ما هي فحوى المفاوضات أساساً؟ على أي أساس تم التفريغ الآن؟ أنت تتحدث اليوم عن ملايين الدولار التي صرفت في هذه العملية 129 مليون تقريباً دولار 129 مليون دولار أكثر من قيمة النفط الموجود داخل الآن نعم العملية هم أعلنوها أنها تحتاج 142 مليون إلى 143 وصلت تقريباً 132 مليون العملية هذه كلها اللي هي نقل النفط من باخرة إلى باخرة تمت ب132 مليون أوكي من ضمن ال132 مليون في باخرة تم شراءها على أساس ياريتم اشتروا باخرة جديدة أو يعني على الأقل تكون تفوق إمكانيات صافر الموجودة يعني لكنهم ذهبوا في طريق الأسف وهذا ما أسلم من هم ذهبوا؟ الأمم المتحدة بليمان مكتب الأمم المتحدة بليمان من نتهم تحديداً كذا نشير بأصابع الاتهام للأمم المتحدة تحديداً؟ الأمم المتحدة طبعاً هي ومثلها مثلاً ديفيد جليسري ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية واليو ان دي بي اليو ان دي بي اللي هو برنامج المتحدة للميان